وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مجموعة من الاتفاقات خلال زيارته إلى تركيا مع وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى هذا واجتمع الوفد الليبي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين في قطاع الخدمات وعودة الشركات التركية إلى ليبيا ومن جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل الذي أغضب دول المنطقة في شرق البحر المتوسط اردوغان وفي ختام اجتماعاته مع الدبيبة قال إن الدعم الذي قدمته بلاده لحكومة الوفاق الليبية منع سقوط العاصمة طرابلس الدعم الذي قدمناه لليبيا في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الامنية والعسكري منع سقوط طرابلس ومنع كذلك ارتكاب مجازر جديدة كما حقق وقفا لإطلاق النار وفتح الطريق المؤدي إلى مؤتمر برلين وأنعش المصاري السياسي في البلاد هدفنا خلال المرحلة المقبلة يتمثل ببسط سلطة حكومة الوحدة الوطنية على كامل التراب الليبية من جهته أكد رئيس الحكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة على وجوب احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها مشيرا إلى أن ليبيا ستتعاون مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والجرائم التهريب خلال اجتماعنا بهذا أكدنا على أهمية حماية السيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد في الشرق والغرب والجنوب وإن احترام السيادة الليبية هو منطق من علاقاتنا بالدول الأخرى ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون والعلاقات الدولية ومن منغازي معي حمد المهدوي المحلل السياسي مرحبا بكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة ما هي قيمة هذه الزيارة أستاذ حمد برأيك أهلا وسهلا بك نعم ومرحبا بضيفك من إسطنبول الزيارة تأتي طبعا في إطار سعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيد عبد الحميد البيبة إلى عقد المجلس الاستراتيجي التركي الليبي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2014 ولكن ما لفت انتباهنا نحن كبحاث ليبيين نقول بأن سيد عبد الحميد البيبة عندما قال هدف الزيارة هو أن يدعو إلى احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشأن الداخل الليبي وهذا رأيناه مخالف أو مغاير جدا لأن تصريحات أردوغان كانت منتهكة للسيادة الليبية إضافة إلى هي تتدخل في الشأن الداخل الليبي عندما يوجه سيد أردوغان كلامه إلى أنه سيعيد هيكلة الجيش الليبي أو سيساعد في هيكلة الجيش الليبي وأنه سهدفه بسط حكومة الوحدة الوطنية على كامل التراب الليبي هذا شأن داخل ليبي لا علاقة لتركيا به إضافة لا علاقة للسيد أردوغان بالشأن الداخل الليبي كون أن فعلا اتفق الليبيين فيما بينهم في اتفاق ليبي ليبي لا علاقة لتركيا ولا لغير تركيا إلا برعاية الأمم المتحدة فقط على هذا الاتفاق وتم فعلا بسط سيادة حكومة الوحدة الوطنية لا بسلطة تركيا ولا بسلطة غير تركيا كان بناء على رغبة جميع الأطراف الليبية أن توقف الحرب وأن فعلا أن نبدأ في مرحلة جديدة وهي إعادة الاستقرار إلى ليبيا كون أن السيد أردغان يدعو إلى أنه التدخل أو مساعدة حكومة الوفاق السابقة هذا يدل على أن تورط أردغان إذا كان طلبنا بمحاكمته كمجرم حرب بمزازر حدثت في ليبيا سيتطالب السلطات أو الحقوقيين الليبيين فيما بعد سيد أردغان لأن احتراف سريح بأنه تدخل بشكل عسكري وقوة كبيرة في ليبيا ما منع أو ما جعل وقف إطلاق النار هو الخط الأحمر لإطلاقته مصر وعديد الدول الأخرى أعتقد بأن من مصلحة تركيا لديها مصالح في ليبيا سيدي وهو المصالح الاقتصادية فعلا سيد أردغان أن يراعي هذه المصالح هذا من ناحية لا نود أن نجمل في شرق البلاد تقدر بفوق 13 مليون سأأتي إلى هذه النقطة ما هي مصالح تركيا الاقتصادية هناك وما هو المطلوب تحديدا ولكن دعنا لا نجمل كثيرا أو نسحب كثيرا لأنه دكتور سمير بدأ يتململ وهو في الانتظار تفضل دكتور سمير وأيضا نفس النقطة لحضر تقييمة هذه الزيارة اختصر لي رجاءا إذا تكرنت حتى ندخل بتفاصيل صحيح مساء الخير للجميع أولا يعني فقط خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي تبعنا قبل ساعات في أكثر من إجابة على هذا السؤال الذي طرحته تركيز كان على مستوى الجانبين تحديدا أنه استمرار هذا التنصيق والتعاون بين تركيا وبين ليبيا نقطة أولى نقطة ثانية الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة عام 2019 مستمرة وإسرار على فتح الطريق أمام اتفاقيات جديدة نقطة ثالثة تركيا هي الدولة الوحيدة كما قالت الطرفين التي وقفت إلى جانب حكومة الوفاق عندما حاولت قوات المشير حفتر اقتحام العاصمة طرابلس يعني هذا التنصيق بين حكومة الشرعية حكومة الوفاق وبين تركيا هو الذي قلب كل المعادلات في التعامل مع الملف الليبي وفتح الطريق أمام هذا المسار الجديد تواجد رئيس الوزراء و14 وزير كما أشرت أنت أيضا قبل قليل برأيه رسالة تعبر عن نفسها طيب مقابل ماذا أظن أن النقطة الأساسية هنا هي استمرار التنصيق كما قلت لك التركيا الليبي المزيد من التسريع في حل الملف الليبي تجاوز المرحلة الانتقالية وقطع الطريق على محاولة استهداف مصالح تركيا في ليبيا هذه الاتفاقيات الآن تؤكد أنه نعم تركيا مستمرة في حماية مصالحها السابقة خصوصا أنه الجانب الليبي طالب مباشرة تركيا بالعودة لإكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي بدأتها في المدن الليبية ولكن هل كل الملفات المتعلقة أو جزء كبير من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي اليوم بات على طاولة النقاش التركية المصرية مع وجود خط الآن يعود مرة جديدة إلى الواجهة يفتح ما بين القاهرة أو ما بين أنقرة هل هذا يعني بالضرورة أن أمورا كثيرة أصبحت ثانوية في الحوار ويتم الحديث مباشرة مع القاهرة أو تنسق القاهرة وأنقرة لاحقا مخطط مستقبلي حول هذه القضايا أستاذ صالحة أم لا أظن هذا التنصيق التركي المصري في التعامل مع الملف الليبي بدأ قبل أشهر بعد التصعيد الأخير في الملف الليبي وهذا التنصيق بدأت أكثر من تسريبة تتحدث عنه سواء كان في الداخل التركي أو في الإعلام العربي في الأيام الأخيرة حول تحرك استخبارات ثلاثي مشترك تركي مصري ليبي بإتجاه مناقشات هذه الملفات الأمنية والسياسية الاستراتيجية بين الأطراف الثلاثة التنصيق التركي المصري بدأ في ليبيا قبل أشهر وليستمر لا أظن إطلاقا أن مصر ستتجاهل مصالح تركيا في ليبيا أيضا بقدر ما هناك مصالح للاعبين وعواصم غربية في الملف الليبي وتحاول أن تحمي مصالحها أضمن حتى أنقرة أيضا مثلها مثل غيرها أن تحمي هذه المصالح خصوصا وأن الرئيس أردوغان أشار قبل قليل إلى أن تركيا جاهزة لدعم أي حكومة في ذهب إلى المحافل الدولية لمساءلات المشير حفتر على ما ارتكبه خلال معملية محاولة اقتحام العاصمة الليبية مقابل شبكة المصالح هذه التي يقدمها دبيبا اليوم يا أستاذ حمد لي أردوغان ماذا كان الطلب الأول أو ماذا تتمنى أن يكون الطلب الأول هل قضية سحب المرتزقة كانت على طاولة النقاش اليوم وهل هذا الملف ربما على طاولة نقاش ليبيا تركيا يجب أن يكون على طاولة النقاش الليبيا تركيا أمن المفترض أن يكون أو هو أصلا سيكون على طاولة نقاش مصرية تركيا نعم سيدي هو طلب سحب المرتزقة والقوات التركية من ليبيا كان قبيل زيارة السيد عبد الحميد البيبة أي بمعنى عند زيارة السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي طلب صراحة من تركيا سحب المرتزقة والقوات التركية المتواجدة هناك وأعتقد بأن السيد عبد الحميد البيبة عندما قال في تسريحاته هو يؤكد على السيادة الليبية واحترام السيادة الليبية يفهم ضمنيا أن حكومة الوحدة الوطنية فعليا تسعى إلى خروج كافة المرتزقة وهو يعتبر بند من بنود لجنة العسكرية طيب نحن فهمنا ولكن لماذا على تركيا أن تستمع إلى ما يقوله دبيبة وتقوم بإخراج المرتزقة هل تعرف كم فقدت تركيا حتى تجد موطئ القدم هذا يا أستاذ حمد يعني معقول ستقوم فقط بسحب والابتعاد يجب أن يكون هناك ثمن للموضوع والآن تأتي على ذكر المصالح الاقتصادية نعم الذي يجبر تركيا على سحب قواتها نتكلم عن جميع القوات سواء كانت تركيا أو روسيا أو غيرها من ليبيا هو حرص المجتمع الدولي أو الدول الفاعلة في المجتمع الدولي وكانت من ضمن أولوياتها الولايات المتحدة طالبت بذلك فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي مجملا هنا نتكلم عن اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية ما بين اليونان وليبيا الذي ضمنيا سيبعد ليبيا عن المجال التركي والسيطرة التركية شيئا فشيئا وهو أعتقد ما تخشاه تركيا فعليا وهذه الزيارة حرص عليها أردغان أن تأتي سريعا وأن يقوم بتوقيع اتفاقيات مع السيد عبد الحميد البيبة حتى لا يفقد كامل مصالح الآن حرب مصالح في ليبيا وأعتقد بأن ما يجبر تركيا فعليا هو طلب الولايات المتحدة الأمريكية من كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وأمريكا جادة هذه المرة في هذا الطلب عليهم الخروج من ليبيا حتى تكون هناك أرضية خصبة أو أرضية صالحة لأي عملية سياسية قادمة لمرحلة استقرار دائم نحن نتكلم عن سعي هذه الدول إلى وقف دائم لإطلاق النار وكل يعلم بأن الهدنة هاشة قد تنفجر في أي لحظة وأعود وأؤكد لك بأن المصلحة هي من تتحكم الآن في الملف الليبيا أعتقد بأن الأتراك مصلحة في ليبيا لا يريدون أن يخسروها بتعنت السياسة التركية التي هي استخدامها للحرب والقوة وأعتقد أن أردغان قد يصل به الغباء السياسي أن يظل على موقفه السابق هو أنهك الاقتصاد التركي والأتراك يعلمون ذلك جيدا سندع ذلك لي أستاذ سمير لأنه في عندي سؤال عن هذه النقطة قضية ترسيم الحدود مدى رضا للليبيين اليوم عن قضية ترسيم الحدود سنشاهد مسؤولين يونانيين في تركيا قريبا هل تخرج ليبيا من دائرة المعادلة أو تصبح لربما في مرحلة متأخرة على طاولة المفاوضات الآن في ظل أن حكومة جديدة والكثير اليوم من الترتيبات يتطلبها الداخل الليبي الموقف الليبي ليس قوي في هذا الجانب وقضية ترسيم الحدود تحديدا مع عودة هذه الاتصالات بين الدول المتناحرة على طرفي الأطلسي نعم وهو من ناحية ترسيم الحدود إذا كان نتكلم عن اتفاقية ترسيم الحدود الليبيا التركية أعتقد بأن هناك سقط وعدم رضا شعبي أو محلي داخل ليبيا حول هذه الاتفاقية كون أن تركيا لا تربطها حدود مع ليبيا وأنها تأتي بالمخالفة للقانون الدولي أو قانون أعالي البحار هذا من ناحية من ناحية أخرى نرى أن هذه الاتفاقية أو اختفاقية ترسيم الحدود تصب في صالح الأتراك أكثر من الجانب الليبي كون أن المستفيد الأول هم الأتراك يعني حيث أننا نتكلم عن تنقيب عن نفط وعن بترول وغاز في الحدود الليبية لا نستفيد منه نحن كليبيون هذا من ناحية أخرى نتكلم أيضا عن اليونان اليونان تنظر إلى مصلحها لا أحد ينظر إلى المصلحة الليبيا الكل يطمع أو طامع في ما تملكه ليبيا من خيرات سواء كانت بترول أو غاز أو غير ذلك لا يوجد دولة لا اليونان ولا تركيا ولا مصر ولا غيره يرعي المصلحة الليبيا الكل ينظر إلى ليبيا من زاوية مصلحته أولا ومن ثم ينظر إلى المصلحة الليبيا المعارضين للتدخل التركي في ليبيا كان لهم رأي أستاذ صالحة بزيارة دبيبة إلى تركيا وتفضل أيضا بالنقطة التي ذكرها قبل قليل هناك قوس أزمات كانت قد صنعته تركيا قوس أزمات كبير جدا اليوم هل أصبح هذا القوس عبءا ولذلك نرى هذه الليونة التركية اليوم فجأة الليونة التركية برأي مرتبطة بأكثر من ضرورة دفعت أنقرة لمراجعة هذه السياسات أنه كما تعرف أنت أيضا الكثير من هذه المواقف التركية التعامل مع الكثير من الملفات وصلت إلى طريق مسدود ولابد من مراجعة هذه السياسات في التعامل مع هذه القضايا لكن هذا لا يمنع أن نقول أنه في الداخل التركي كان فيه وقوف كامل على مستوى الحزب الحاكم وحزاب المعارضة إلى جانب الحكومة في قراراتها المتعلقة بالملف الليبي سواء كان لناحية استجابة إلى طلب الحكومة الشرعية في إرسال خبراء عسكريين أو لناحية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين المعارضة كانت واضحة تماما إلى جانب الحكومة التركية في نقطة مهمة قبل قليل قبل دقائق فقط كان المتحدث باسم الحكومة الليبي يتحدث على إحدى القنوات الفضائيات قبل دقائق فقط ويقول أنه سجلت أنا هذه الملاحظات الحكومة الليبية وقعت اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا وهذه الاتفاقية تصب في مصطحات ليبيا هذا ما يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية لذلك أظن علينا أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد أكثر من أن نقول أن هذه الاتفاقية لا تخدم تركيا ومصالحها نقطة أهم أيضا أجيب على السؤال الذي طرحته لا أظن إطلاقا أن أنقرة ستتوقف كثيرا عند أي تصعيد يوناني يعني يذهب رئيس الوزراء اليوناني إلى ترابلس ويعود ليعلن أن هذه الاتفاقية ساقطة لا أظن لا الشعب الليبي ولا التركيا والشعب التركي سيأخذ كثيرا بما يقوله الطرف اليوناني لأنه معروف ما الذي تريده اليوناني لا أظن إطلاقا أن أنقرة ستتأثر كثيرا حتى بزيارات لبعض العواصم الأوروبية الأخير التي تمت إلى ترابلس سواء كانت فرنسية أو إيطالية أو غيرها لماذا؟ لأن هذه الدول أيضا تبحث عن مصالحها في ليبيا علينا إذن أن نقبل أن المسألة فيها الكثير من المصالح السياسية والاقتصادية صحيح ولكن باختصار لأنه بقي دقيقة يعني دقيقة إذا تكرمت ولكن الهرولة كانت تركية إلى القاهرة ولم يكن العكس أنا قبل قليل حدستك عن ضرورة مراجعة تركيا لطريقة تعملها مع الملفات الملف المصري برأيه الشخصي هذا كان أيضا بين هذه الملفات التي تحتاج إلى مراجعة في الملفات التركية ليس فقط ملف المصري هو فك الارتباط مع جماعات متشددة الكثير من التغييرات كانت يعني ما بدأ كمان إصير الموضوع فقط على السياسة التركية ولكن هذه التغييرات تؤثر بي لربما القاعدة الأساسية التي بنى عليها أردوغان شعبيته هذا التساؤل كبير ومختلف يا أستاذ صالح النقطة الأساسية برأيك أيضا تجيب على السؤال الذي طرحته ما أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس هذه الرسالة الانفتاحية وقبول هذا التحرك التركي من قبل مصر في الساعات الأخيرة يؤكد أن مصر أيضا تسلمت الرسالة وجائزة لفتح هذه أصفحات تسلمت المصر وبدأ الموضوع وكأن مصر انتصرت على تركيا لا أظن المسألة ليست انتصار في السياسة وفي الدبلوماسية كما تعرف أنت أيضا في ربح في خسارة في خطوة إلى الأمام خطوة إلى الرجاعة هذا ما يجري الآن في العلاقات التركية المصرية أشكركم جزيلا أعذروني إن كنت قصرت في الوقت بحق أي منكم ضيفي الكريمين حاولت أن أكون عادل قدر الأمكان ولكن من الصعب من إسطنبول لدكتور سمير صالحة أستاذ القانون والعلاقات الدولية أشكرك جزيلا بن بنغازي أشكرك جزيلا أستاذ أحمد المهدوي المحلل السياسي أعذرني أخطاط بإسمك قبل قليل أستاذ أحمد أشكرك جزيلا